تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديد من نقاش كرابي اللي بيجيكم مني أنا محمد عوات كل يوم خميس عبر قناة سيرفي سبورت الأكثر تنوعا من حيث أشكال وأفكار المحتوى اليوم بما أنه خلاص وصلنا الجولة الدولية تعالوا نتناقش بموضوع بسيط موضوع من المصطلحات الرائجة عند البعض ويا فكرة أهدافه كلها مقشرات أهدافه كلها مكشرات بأي حرف بدك ترفضوا ارفضوا وطبعا تقصد فيها بعض اللاعبين وربما الأبرز عند البعض كريستيانو رنادو وهون بنرجع نحكي في بعض الأحيان بتحس في بعض الفئات بتروج لمفاهيم عكس أساسيات كرة القدم يعني أساس كرة القدم وأهم شي فيها هو الهدف والدليل أنه الملعب يبدأ من المرمى إلى المرمى أهم شي في كل شيء بتخطيط الملعب اللي أنت بتعرفه له علاقة بالمرمى بالهدف فالهدف مش ركن أساسي من أركان كرة القدم هو كرة القدم فكرة القدم بدون أهداف تصبح لعبة لاغية ما إلها معنى تخيروا الناس تركض وهيك يلا نركض ما فيش أهداف تصبح لاغية زي كرة السلة بدون نقاط تصبح لاغية ما فيش شي في اسمه هدف مقشر وهدف مش مقشر ليش لأنه الهدف هدف ما فيه هدف جميل وهدف مش جميل هي مش تزلج على الجليد وحركة فنية حلوة وحركة فنية مش حلوة هذا أول شي فقيمة الهدف لا تنقصه حلو أو لا بتزيده شعبيا جماهريا جماليته لكن لا تؤثر شيء بالنتيجة يعني ماردونا هدفه التاريخي اللي يعتبر أجمل هدف تاريخ كأس العالم بإنقلترا كان حيكون ما إلو معنى أبدا لو إنقلترا فازت 3-2 كان حيكون مجرد لاعب سجل هدف جميل لكن هذا الهدف ما حسبو له يا لاب 2 ولا 3 هذه أول شي قيمة الهدف هي هدف الشيء الثاني اللي بده جيب هدف مقشر عنده أكثر من حالة على لفظ مقشر إذا جاز التعبير الحال الأولى تكون فيه كرة ركنية تنسدد الحارس لصدها ترتد أو تكون صاروخية من بعيد الحارس لصدها ترتد هون لما ترتد حسب نظرية صاحب الهدف المقشر مش عاجبه لازم المهاجم ما يجيبها قول ترفعا وتساميا على إنه الفرصة أمامه هيك مع إنه هذا يعني لازم تكون أسرع من المدافعين بردة فعلك وتوقعك لوين هتروح الكرة بعد الارتداد أفضل وهذا كله ملهوش معنا ليش؟ لأنه الحارس ومجدامكش عشر مدافعين تراوغهم وتسجل هدف إنه خلص تركها وتسامى وترفع لا طبعا حيسجلها إنه فيه قيم قبل ذلك سرعتك ردة فعلك توقعك هي اللي صنعت هذا الموقف إنه إلك لو مرة واحدة بقول لك صدفة حظ هو وقف هيك بس مدام كررت أكثر من مرة لمستوى أنك صرت تحكي عنه بسجل أهداف هيك معناها عنده فطرة وعنده وعي كرة ويسليم بيخليه دائما بهذا الموقف هذا الحال الأولى الحال الثاني كون في جملة تكتيكية زي جملة فرق غوارديولا تيكي تاك 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 يدخل الجناح العيسر يلعب كرة عرضية عقون فاضي هذه كم مرة شفناها مع غوارديولا؟ مليون مرة هدفه مقشر لكن كل هذا العمل التاكتيكي الرائع من تمريره لتمريره لعند تسريع لعب لعند عرضية بتيجي عباب القول ملهوش معناه لو هذا اللاعب المهاجم ما كان موجود بتلك اللحظة بتلك الوقت ونفذها بشكل صحيح وإنه بفرصة رحيم ستيرلين في دوري أبطال أوروبا أشهر مثال عملوا كل هذا وجدت للكرة هذا في المقشر ضيعوا فأنت هون لو جابوا بتقول ييي جابوا يا عيب الشوم ولو ضيعوا يا سلام فهون المفهوم الأساسي هذا وعي بالجملة التاكتيكية تاعت الفريق دوج الجملة التاكتيكية تاعت الفريق بالتمركز الصحيح استنى الكرة سجل هرب من الرقابة فما في شي اسمه بكرة القدم هدف مقشر هيك دائما فيه إيجابيات عندك خلقة هذا الموقف السحل هذه وجهة نظري بالمفهوم احكوا لي بالنسبة لكم هل فعلا في شي اسمه أهداف مقشر بكرة القدم بتنقص من جيمة اللي بيجيبها يعني والله السوشال ميديا طلعت أشياء أنا بالنسبة لي ما كنت متصور أنها موجودة إنه صير عيب أني أجيب قول احكوا لي بتعليقاتكم وتركوا لايك على الفيديو كنت معكم أنا محمد عوان موجود فيسبوك تويتر انستغرام والسلام عليكم ورحمة الله